مبارك الأخير قبل التنحي قلت مش حسني مبارك اللي يتعمل فيه كده ولا أي راجل كبير في مصر قد كنت شايفه فوق الحساب ولا أي راجل كبير في مصر يحصل فيك الياس بالكبر رحم الله أبوسي يعني لو مجرم كبير في السنة ما يتحسبش يبقى فوق الحساب لأنه كبير في السنة حسبوه ولو مجرم اعدموه مين قال ما محادش يتحسب مش حسني مبارك اللي يتعمل فيه كده مين قال ان ما حادش يتحسب مين قال إنت قلت مش حصني مبارك ليتعمل فيه كده ما قلتش كده قلت مش حصني مبارك ليتعمل فيه كده ما يتعاملش في راجل كبير 30 سنة عايش معنا كده طبعا طب تقصد إيه يعني طبعا ما هو كله بقى بتعامل فيه كده بعد النفوء المحاكمة النفوء الحساب سمع أنت ما بسمعنيش ها لا أنا سمعك طبعا لأ كل كبير بتعامل فيه كده إحنا أخلاقنا تفكت من ساق بأول بأول منظر مش متعودين عليه لا إحنا كنا مربوط واتفك لا وليه إحنا كنا مربوط واتفك فباين بس مش أكتر الحمد لله إحنا كنا مربوطين عن الجرأ وقلة الأدب والحاجات دي أنت مش شايف اللي حصل كله على بعد بعدين في حاجة تانية أنت مش وقد أبالك منها إيه أنت عارفة أنت قاعدة بتكلمي مع مين صح طبعا أخوكي محمد فوادي طبعا 30 سنة ولا أخيات 29 سنة وفي حاجة غريبة أنت متوقعة مني أن أنا أخد شنطي وأخلع برة مصر أول ما تحصل ولاقي شباب مصر كلها والدنيا ده أخلف بعض وده اللي أنت كنت أعزم مني لا طبعا أكيد انسي مش هعملها لما آخر يوم في حياتي لا في ناس كتير خلعت وانا عارفة أنت مش منهم يا سيدي وفي ناس أنضف مني كمان وقاعد تكتر مني في دي انت مضحي أنا نمرأ نمرأ 300 مليون في البشر بس عند مصر اوعي تراجعيني فيها عندي البلد دي اوعي تراجعيني فيها ولا أي مخلوق يقدر يراجعني فيها مصر مبارك ومبارك مصر مصر الجيش ومبارك والكبير والصغير والطيب حتى المجرم حكموه أي أن كان قلت ما حدش فينا إنها مصري في نفس الفيديو قلت ما حدش فينا ما بيظلمش ما حدش فينا مش ظلم أنا نفسي بظلم وانا قولك ظلمت مين وانا قولك وانا مش ملاك ظلمت لا بس الظلم ده كلمة تيلة أكيد أنا عندي جزء فاسد يعني ما هنقعد نحسب بعض على أن إحنا جزء فريق ملايكة وفريق فسدة ومجرمين ما ينفعش طب مش غريب بعض ده كله تغني بشبه عليك للصور غني له ما غني له أنت مين يا فؤاد شباب 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 إيه ما هم بهدلوا الدنيا أنا مين الشباب مين قالك بهدلوا الدنيا أنا قلتلك بهدلوا الدنيا ما هم أهو فكوا الدنيا أنت إيه دخل الشباب في الموضوع وهو مين اللي نزل المدان ومين اللي وقف ومين اللي طالب بإسقاط مبارك ده اللي بشبه عليه هو ده اللي بشبه عليه طب هو الشهيد ده استوش هيت فين مش كان نازل ياثور نفسه بلده تبقى وردة زي الفل نفسه يشوف أحلى بلد في الدنيا ويقول تغيير ويقول تغيير وحقه ومين يقدر يقول بس أنت كنت ضدت مين قالك أن أنا ضدتها جبتها من مين يعني يعني جبت أن أنا ضدت تغيير من إيه منك أول واحد نادى بتغيير فساد محمد فؤاد قبل أي حد تقدر تقولي لي أنت بتقول عليه كلمة يعيني علينا منك يا مدينة مجنونة ورزينة وفيك البدع ماشيين بالتوكالة وبألفين مقالة بالزيف والأصالة وبضرب الودع ده في أز ما أنا بلعب كرة مع علاء مبارك لا عملت خاطر للعلاق مبارك ولا لحد تاني عند الحق بقولك أقولي الحق غصبا عن أي حد في الدنيا أنا هتحاسب قدام ربنا لداخل معايا أبويا ولا أخويا ولا علاء ولا السيد الرئيس حسن مبارك ولا اللي جاي ولا اللي راح ولا في أي حد يعرف ينجدني من أن ربنا هيحاسبني على اللي أنا عملته يفهمي ده كويس أبونا مني عشان مش عايزين نخش في لغة لا لا أنا فاهمية طريقة الحوار أنا فاهمية هتحاولي تكسب أنك يعني محمد زناء لا لا ما بكسبش بالطريقة الزناء دلاتي مش ضعيفة يعني مش هتزنق مش هتزنق في حق أبدا لا